بص عبدالله هنا. عبدالله هنا بيزيد. ديانج لما نزل هنا يا جهري اداله فاهم سيقول كده ايه? سؤال يجاوب عليه. انا لما تكمل اللعبة هتشوف ان عبدالله في لحظة ما هو مش عارف اروح على عبدالمنعم ولا اروح على ديانج بص هنا. فهو مش عارف يروح على مين. فديانج ممكن يكون نازل مش عشان يستلم الكرة على قد ما يريدك عبدالله. لما عبدالله روح دونجا سر المساحة دي. بالزبط. فديت بقى اللي هو قدر ان هو يشتغل به. ودع الاهلي ان هو يدور الكرة. دي الحالة التانية. دي بقى حالة الضغط اللي انت كنت حد تتكلم عليه. دي حالة الضغط النادي الاهلي. شوف فرق الضغط ما بين النادي الاهلي وفرق ضغط يعني اوقفها ثانية بس اول حاجة كان بيلعب ميد برس او مسلا بيلعب واقف عالي لحد ما ولكن ما بيدغطش عالي. لكن بص الاهلي لو ترجع اللقطة دي تاني هتلاقي ان هو بيدغط عالي في كل انحاء الملعب يعني بص شريف رايح فين بيدغط واحد اتنين تلاتة اربعة الخامس هنا خمس لعيبة بيدغطوا وبيجبروا شريف الكرامل ان هو يلعب الكرة طولية وبعدين على طول انت بتاخد السكند بول تعالى لسه هنا برضو مع الضغط العالي بص النادي الاهلي قدر ان هو يضغط الضغط العالي باستراتيجية ايهاب جلال طبعا البلد من تحت اوي فهو كان موسيماني عمل بالزبط زي ما عمل في ماتش الهلاي السعودي لما قرنوا يروح يضغط علي من فوق اه هنا برضو الاسترجاع الكرة دايما السكند بول اللي بيفوز بها حمدي فاتحي على هنا دي لقطة دي لقطة الكرة بتاعت اه لكاي طبعا تشتيت خاطئ ولكن هنا عايز اتكلم على الشناوي خروج الشناوي انا بعتقد ان الخروج ده هو اهم اه لقطة للماتش النادي الاهلي بعيدا عن الاجوان لان هي كانت لسه واحد سكر فاعتقد ان هي حافز النادي الاهلي على التقدم والولا التصدي ده كممكن نادي الاهلي اه يرجع في الماتش وممكن ان هو يتعادل وبعدها كممكن يكسب وبشوف ان هو تعامل معها افضل من تعامله في الماتشات اللي فاتت قدام او قدام الماريخة. تمام طيب احنا معنا ايه بعد كده? دي لسه برضو بكلمك لسه عن الضغط العالي. بص الضغط العالي في عملية دايما النادي الاهلي عنده الخدرة. عايز اتكلم عني. عنده الخدرة ان هو يختف الكرة في المساحات. طيب دي دي برضو حالات بتاعتك ولا? بالزبط نفس الحالات دوسها بكلمك برضو كلها على الضغط يعني اهاب جلال عايز يبني من تحت دايما عنده فكرة لكن بيتعرض لخطأ بسبب الضغط العالي اللي مارسه النادي الاهلي بكل ارجاء الماتش ولكن هنا حسين ما بيوفقش ان هو يحطها فهي يعني هي نفس الحالات هتفضل ماشية كلها تقريبا في نفس الضغط العالي اللي بيمارسه لعبة النادي الاهلي قفل يعني توجيه مزحات التمرير.